إلى ممثلي قطر السيد الرئيس نشكركم على استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة وننضم إلى البيان المقدم باسم المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيد الرئيس ندرك جميعا أن استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يأتي في توقيت وسياق مهمين فالأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيين الأبرياء أصبحت كارثية وتنذر بنزلاق خطير يهدد أمن المنطقة والعالم وفي هذا السياق تعرب دولة قطر عن أسفها العميق لفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته وفقا للميثاق حيث أن المجلس فشل في تبني أي مخرج لإقرار وقف فوري لإطلاق النار ناهيك عن تبني قرار ملزم إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة لذلك من المهم اليوم أن تقوم الجمعية العامة بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين استنادا إلى الميثاق وفقا لقرارها رقم 377 المعنون متحدون من أجل السلام السيد الرئيس تجدد دولة قطر دعوتها جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وتؤكد دولة قطر مجددا إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والذي يحرم 2.3 مليون إنسان نصفهم من الأطفال من احتياجاتهم الأساسية بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء هذا في الوقت الذي أسرف القصف الإسرائيلي عما يزيد عن 7000 من الضحايا من سكان غزة بمن فيهم أكثر من 1700 من النساء وأكثر من 3000 من الأطفال وتؤكد دولة قطر مجددا رفضها القاطع لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشغيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو النجوء إلى الدول المجاورة مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وإزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وبجانب الجهود الإنسانية والدبلوماسية المكثفة وجهود الوساطة المعهودة لدولة قطر حيال الوضع في القطاع تعتز دولة قطر بالمشاركة في تبني وتقديم مشروع القرار المقدم من قبل المجموعة العربية المعنوان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين السيد الرئيس إن محتوى مشروع القرار العربي يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيامة بها في مثل هذه الظروف للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع غزة كما أنه يسد فراغا مهما فيما يتعلق بالوضع في القطاع حيث فشل مجلس الأمن في ملئه من خلال الاطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية السيد الرئيس من المهم أن تقدم الجمعية العامة من خلال مشروع القرار هذا إطارا قانونيا يوفر لمرجعية اللازمة للاستجابة الدولية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة ويجب أن يعكس دعم مشروع القرار اليوم إجماعا ووحدة المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية وعلينا ومن خلال دعمنا الواسع لمشروع القرار توجيه رسالة أمل للشعب الفلسطيني الشقيق مفادها أن الجمعية العامة موحدة من أجل إعادة الاعتبار للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونجدد التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام ومستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمته القدس الشرقية وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف وختام للسيد الرئيس تواصل دولة قطر المساهمة في الجهود الدبلوماسية الجارية لإيجاد مخرج يحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين ويضمن حل سياسي مستدام وفقا للمرجعيات المعروفة ويجنب المنطقة من الانزلاق في أتون الفوضى والعنف وشكرا لكم السيد الرئيس أشكروا